من بداية الموسم ويمكن كمان من قبل ما الموسم بيبدأ كنا بنتكلم مع حضراتكم قد ايه الموسم ده صعب وممكن يكون شبه مستحيل بالذات الاندية اللي بتشارك في بطولات قرية او الاندية اللي بتشارك في بطولات قرية وعالمية زي ما هو الحال بالنسبة لدي الاهلي كلمنا على انه عندك بطولة مستحداثة هي بطولة المعروفة جامع هيرين بالسوبر ليج اللي هي افريكان ليج او الافرو ليج عندك طبعا بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد اللي هيشارك فيها اربع فرق ودي هنتكلم عليها انه عرضه بتفاصيلها لانه يبدو انه في بوادر كده ازمة هنتكلم فيها بالتفصيل بس مش ده وقته عندك طبعا مشاركة الاهلي في بطولة كاس العالم وعندك الشامبيونز ليج بالاضافة للتباطات الدولية لمنتخب مصر سواء مشواره في تصفيات كاس العالم او مشواره في بطولة امم افريقيا اللي نتمنى انه يروح لبعيد ويصل للمباراة انها ايه جاية هتكون اصعب واكثر استحالة نمتكلم على تطور المسابقات وتداخل الاجندات وده الامر اللي يجب على اتحاد الافريقي من النهاردة بل من مبارح انه يتحرك فيه بتتكلم النهاردة على انه بطولة السوبر ليج اللي بتقام في اول نسخة لها بنظامها المصغر البطولة دي كان مفترض انه يشارك فيها كان محدد لها عشرين فريق تم تخفيض العدل الاثناشر واستقرنا في النهاية لقلة الامكانيات في الموسم الاول عن هما يكونوا التمانية الكبار في افريقي مفترض بعد كده انه العدد ده هيزيد بطولة كاس العالم في نسختها اللي هتتلاع فيه شهر اتناشر اللي جاي ان شاء الله في المملكة العربية السعودية هتكون اخر نسخة تظهر بالشكل ده سبع فرق بس بيمثلوا فيها ابطال العالم هما اللي يشتركوا فيها من مفترض بعد كده انه النسخة اللي بعدها في عشرين خمسة عشرين هيكون فيها اتنين وتلاتين فريق فانت كل موسم بتروح لعدد مباراة اكبر بتروح لنوعية منافسات اصعب وبالتالي لازم يكون فيه تنسيق النهاردة كان فيه كلام على واعتقد انه فيه تأديري دي وجهة ناظري على فكرة انه سانداونز بيفكر فيه الانسحاب من بطولة السوبرليج لانه ده هيتعارض مع مبارياته في الدولة على الرغم من انه جدول او مواعيد مباريات السوبرليج تم طرحها من فترة طويلة جدا وكل الاندال مشاركة تعلم تمام العلم انه واحدة من اهم شروط المسابقة انه مايبقاش فيه اي ارتباطات محلية للفرق المشاركة ولكن في النهاية هي القصة مش قصة سانداونز من عدمه سانداونز حتى لو في يوم الايام فعليا وده اشك انه ممكن يكون سيناريو قريب من الواقع حتى لو فعليا قرر انه هينسحب فبالتأكيد مش هيبقى فيه مشكلة تماما في انه نادي تاني يخش زي ما حصل مع بيترو اتليتكو وتقال انه هيتوقع عليه عقوباته من الورد جدا استبعاده من البطولة لكن في النهاية البطولة هتظل قائمة سواء شارك فيها سانداونز او ما شاركش الاهم من ده هو ازاي بيخطط الاتحاد الافريقي في ظل التضارب للاهل يمكن يكون اكتر نادي دفع تمنه في السنوات الاخير ترجمة نانسي قنقر